موسيقى موسيقى صحيح لك صحيح صحيح يقول أولدت ناصر وعودت ترجعت لي لها العملية و أخغي صغيرة لقد فردوا علي عملية قلب الكبير و أخغي الصغيرة و أخغي صغيرة و أخغي صغيرة سيري قبرة ونفذت الجدد للعمل وردت المر فرملية على انتظر جواتي أملت الجدد الآن في السنوات وصدت للميوز تنظام فأنت أول مر فرملية وربحتي وردت الجود وتبعي الموانع وفقدت، تبايني الموانع ويمكنهم لا يتعاونون معي المسكين لا يتعاونون في الأدارات وانا نقول لكم عن تجربة لا يتعاونون للعمل بدأت المعاناة التي لم تتم يقولوا لي هل يريدون لديك السلطة كان أعطي العربي لديهم فقد قد يردونه لي أحد سيدة أخرى في أولاد حمد أصحاب كازا كل ما يعرفون في أولاد حمد بالضبط في البقيريين سكنت عدة أحد المدة أربعة شهر صافي قلس راجلي من الخدمة قلت يا خلصي الشهر قلت لها ما عندي صبر عليا موفاطنا الله رحم الوالدين را ما أخدتها مش غيتخلص قلت هي أقلت هي المخزن لم تخرجوهم قلت أنا أصحاب المخزن على أصحاب الأبريقاد قلت أبقيت بهم وتعطف تمام وقال لجل سيدة ساكن لما أخرجي قلت أقلت 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 الوليدات وحويج لإنقبارا صافي هزيت أولادي ومشيت الكوميسارية ديال المشروع هذا شي في كازا قلت لي السيدرة خرجتني وجرت عليها قال ليها ما غاديش نقدر الرجعك الشاف ديالهم الكبير قال لي ما غاديش نرجعك لديال الناس الملك ديال الناس سكنتي خصك تخلصي ما غاديش نرجعك بغيتي تمشي معايا للدار قين مرتي أولادي يالله هاري ولداتكو يالله مرحبا بك باش غادرردك أنا المحال ديال الناس بيتليلة كاملة وأنا بيتها حدا الكوميساري سمحوا لي يا أخوتي كانت فكر هذا الموضوع ما كانت بغيش نقدرش نصبر بيتليلة كاملة حدا الكوميسارية تاج الشاف ديك الشاف الكبير دياله عطني قليق عليها قلي قلت عليها قدي قليق لي real عطي الولد ديال قليق عليها قليق عليها قليق لي قال لي بالجودة القديق أخرى قليق إجيب ذلك ويجي بتدي كراءها قليق عليها وش قللي قد بات هنا يا عدا الجب سكنتي غاب الموطور مع دولات ونبيل وعلا وغلا بالموطور وجاكي نقلots فنة بجوج بجوج قال لي يا الله تل ولا تل بمشي شو خلي ولا دي غادي الدرال بدك يدي بجوج بجوج واحد وراه وعد قدامه واحد وراه وحد قدامه كيمشي ويرجع هو في فيرار وانا في المشروع في الكوميسيرية دي المشروع توصلنا للدار جابنا كاملين ودك الحواج قال لي خليهم لما عندنا ما ندرو بدك القش صافي خليه خليته في البقيريين لحد الان دك السيدة انا شاهدت الفيديو را غا تعرف نياد شي كلك ايا ديك صافي بدت المعاناة ديالي منتن خليت ولادي عد با وخرج كان خدم كان خدم في القهاوي ما كان جيتا لنسا سقط الليل ما كان جيتا لتناش الوحدة ارا كان القهوة تعال صافي مشيت دك الساعم اللي خليت ولداتي في الدار عد امي وعد ابا مشيت كان خدم انا في القهاوي كان خدم درنا حلينا واحد امي يحيل درنا فين مسمان والحرشة احدى الكراول كراولدي الحيل حساني تما فين حليت ما مربحت فيه والو دكشي اللي كنشدو كنخلص بي الله كنخلص بي الكرا صافي دكشي الكي الشيطية كنجيب بيه الحليب وليكوش ومعاوني الواليد ديالي تومسكين غالان تريت ما عنده لا ما عنده لا خلصة لتشي حاجة صافي ايو مسكين ما اللي شاف دك المعاناة كاملة قال كمام انا نعاونك انا نخرج من المدرسة نعاونك قال كلاولي ذي غاقرة ما تخرش قال كلا ما مبقاش عدي الرغبة كنشوف كتي كتمحني كنشوف بابا كيتمحن انا مبقاش عدي الرغبة فالقرايا نخرج خلص مسكين ولا كيتعاون معايا وكف في القهوة اللي درنا مسمان هو كعماراتاي ولا كيبيع الميكا كيدور كيبيع الميكا في فيرار دك الشي اللي لما خدمت شانا دك الشي اللي جابه هو كيجيبوا حليب وليكوش الاخوت كل شي كانوا صغار كلهم هاتهم وشبتهم دابة ربقا كلهم صغار حاليا دا بعد دي خمسات الوليدات الكيدير وليكوش دابة كلهم كانوا صغار كل شي خاصهم الحليب كلهم خاصهم ليكوش كلهم وبابا مسكين ما عندوش غالان تريت ما عندوش باش غادي هزني اهنويام صافي ايديك جا وحد السيد قال الراجل قال يتمح انت ولداتك قال لي احنا ما نعرفوش الغلم انا ما تعرفوش والادي ما يعرفوش قال لي قابل غينتا صافي ومارا كين السكناء كين الماء كين ضوو كين كل شي اديهم يقلسون ترا سرح خدم ورا سيمانتك تشدة صافي قلت لي بسم الله انا لذاك العذاب وذاك المعاناة لي عانيت ما قلت لي نمشي اي بلاصة بلا كرأ نمشي ليها صافي انا نخفف على ابا ويمساكن غادي نقتله مواب الفقصة ايها ديك مشينا اول مشي مشينا الخريبك قال لي وصلنا الخريبك عرفت ذاك البلاسة اللي وصلنا ها ما تتشافش ما كتشافش لقين حاشك فيها الحمير لقين فيها العودان مربوطين فيها قال لي مشيت وانا ضيلة بالاو برويتة وكان نكرط في ذاك الغبار وفي ذاك الزبل باش فين غان فرشوا حصيرة وغان باتوا قال لي وصلنا الخريبك عالي العادم انه صح تشي حاجة مزيدة من رأسي كرطنا النص ديك الكوري كرطنا النص لاخر ما قدرناش مع ذاك الشي قاسح في ذاك الضلفلي فيه قاسح سافي كرطنا واحد النص ديك الكبير ولي كان معايا الخريبك عمساكن ما قادينش او راجلي كرطنا ذاك الشوية فرشنا حصير النار لاخر تاني كرطنا الجيه الخريبك فاشبتنا فيها ما القينا فيها لما لا ضوء لا تشي حاجة قالوا صافي هذا السيمانة كتعطيناها 4000 ريال قيناها الأم دياله هو في الدار بيدا كتعطيناها 4000 السيمانة ذاك 4000 ما كتجيبش نتا المواد الأساسية ما كتجيبش نتا الدقيق والزيت والسكر قالوا ديما احنا خاصنا البوطة ديما مشوا عجيرا نتسلفوا البوطة ديما نتسلفوا كالزيس ديما نتسلفوا السكر باش نعمروا صافي دا سليم وانت كبيرة عاود تحبوا منتم وانا في السراحة منتم ديزنا عدي سيدة اخر تاني خدمنا عندو تاني غاب السيمانة ما كينوالو تاني ذاك السيمانة ما كدير لننتشي حاجة وصافي وكنشوف الناس كيخرجوا كيحفروا العشوب وانا الخرج انا وولدي مشيت انا وولدي كنحفروا سرغينا را كيعارفوها الناس كنحفروا الناس كنحفروا الداد كنحفروا واحد نبتا كيقولوا لها كيقولوا اودر الحلوف كنجمعهم كل واحدة وتامانة كيلي كدير سينا ريال كيلو سرغينا غالية شوية كدير ربعمية الكيلو كيلي جمعناه كنت نتقدىو بي مارسوق كنت نتقدىو بي نتقدى بي الوليدات اللي خاصة صافي وغاد المعاناة ديالي انا نرى داير الموانع تعل حمل وانا راني كنولد جبت معي منظار بيضا سستة الوليدات صافي وما هوكاك في السبيطار اللي مشيت ليه ما كيعطيونيش الوقت نهائيا ما كيعطيونيش الوقت صافي ما كيدوش معي كيقولي هاد المانع رمزيان تبعي هذا و تبعي بانتظام كل كليتي مع 12 بقيتا كلي ديما مع 12 كليتي مع العشرة وبقيتا كلي ديما مع العشرة وكان ذاك الشي كانت أولادهم دائماً في الصين والأخرين قلتهم في العربية كلهم أولادهم في الطار كلهم كان أولادهم في الصرحة وكان أولاد في البير كلهم كلهم تشي واحد يحيى اللي تزاد في خريبها هو لأولي سيدة مسكينة أستاذة تقرر والدي الله يرحم لها الوالدين أستاذة نبيلة لا كانت تسمعني شاهدتني وبقيت فيها وشاهدتني مسكينة كانت توجع وكانت تقطع وقدري مشاكي بكل مدرسة قالها ماما قتلي مالك والدي قالها ماما كتولد جاءت عدي مسكينة أستاذة قتلي وش انتي سدات على التلاميذ مدرسة وجات قتلي وش كتولدي قتلي السادرة فيه الوجح قتلي وليش ممشيتيش قتلي طلبنا وعندو واحد سيد كرويلة ديالو ما بغش عتقالينا خلت دره لي في مدرسة وقتلي يالله السبيطر قدتني السبيطار وصلت السبيطار قلبوني قالوا لا باقي على الحال بقى واحد السيمانة عدا غتولد سافي ردوني للدار ردتني الطبيبة قتلي ردتني الأستاذة قتلي يا انتي من لي جي قرصك الوجح مزيان عاي طالية غي وصلت للدار أستاذي الله وصلت المدرسة أنا وصلت للدار وأنا يشدني الوجع سافي زيرني الوجع وأنا نولد سافي أقسم بالله العلي العظيم من لي ولد تشي واحد ما بغيدخل تشي واحد من جيران لجيران كل شيء خاف وتواحد ما بغيدخل قبلني ولدت الراسي الراسي ولدت وجمعت التريبيا وتقعت عايّت علي والدي قتلي جيب لي اي موص جديد ولا زي زوارة ولا اي حاجة جاب لي اي ولدي زي زوارة قطعت لي المسايرين بوحدي لهم اشمعه الفيديورة غادي عارفوا كل شي تشيكين خافوا ما بغوش يدخلوا عندي وقفت قوية الخوات كنقول والدي وقفني خليني هبطوا الخوات والدي مزيّر يكرشي والراجل ديالي مزيّر لي يكرشي هبطوا دك الخوات عادة دخلوا عدي الجيران عادة دخلوا قادتك احنا خفنا انتي برانية احنا خفنا يجيو داركم ولا يجيو المخزن وقلتم ما قتلتوها ما بغيناش ندخلوا عندك صافي ودي حالتي في دفة ديور الكرة كل عام كان خدم عد واحد كل عام كان ولد واحد صافي ودي البنية الأخرى اللي ولدت عندك السيد اللي كنت تخدم عنده ولدتها تهيّغي في الزنقة تشدني الوجاع قال يا رجل يغا مشي يجيب لك القابلة مشات عطل شوية مهجلة هو للقابلة تجلقاني والد غي أنا وأيوب صافي غيجاني واحد الوجاع قتلي ولدي خرجني خرجك لان تمشي واحد شوية صافي غيج شد الطريق صافي وانا نولد ولدناها صافيت ما ملقيت فاش غادي اللوي هاغي خارج أنا والدي شادني صافي وانا اللوي في واحد الخنشة لوينا في واحد الخنشة ووجبناها وهي يا ذكرى أم ولدها تي قدامي نعم دبا عندي حداشر ولد عندي ربعات البنيات وعندي سبعات الوليدات الكبير فيهم عنده سبعتاشر عام والصغيرة فيهم عنده عام حورية حورية مليت زادت مسكينة مليت زادت في الخلاة حسنا لدينا سبعتها ملقيت فاش غادي اللويها وانا نلقي شوية نلويها فلغا نلويها مليو حتما في الخلاة دي الألف وانا نلويها فيها وانا نلويها في ذاك الخنشة ووجبناها تلطير صافي ذاك الخنشة كان فيه الشوك في الكرموس وفي ذاك شي يمسكين الي ذا لأواحد الميكروب ذا لأواحد الميكروب ولا الحمدية لك يطرطق كله يطرطق فيه الحبوب ويتطرطق بالماء أول ما كنت هزا كي تفقس هزاك الحبوب وكي يولي ديز بالماء صافي من لي مشيت دينا هال دينا هالسبيطار وحد الجمعية في عمشيت انا الميريزقو انا شدوني في ميريزقو وهي شدوها في قطرة حليب شدوها مساكن في قطرة حليب را بقى عندهم الكارنيل الآن بقى مساكن كي عاونوني باليكوشي عاونوني بالحليب قطرة حليب الله يجازين بخير الله يرحم ليهم الواليدين وما لعد قولي ابنيتي كانت غا تموت قل ليهم البروفيسور الكبير قل ليهم انا ما ولدتش عندنا ما نشدوهاش قلت لي امي كتلفي قلت لي امي هكا تموت في السبيطار وهي ادخلي وتموت سعفوا الله يرحم ليكم الواليدين عدا دخلوا البنية وسعفوها وانا مشيت دوني انا الميريزقو مشيت انا الميريزقو دوك صحابة دوك ستاجيرات كي يجيوا كي يقولوا له هاد السيدة را عندها عشرة الولاد ورا والدها البنية دابا هي حضاش عرفت يبقواWKY عيروني يبقواWKY يستهزقوا بياك يقولي يأتي الأولاد غايتقادا عليها الرجالة مكي اعطوكمش قيمة عليها الرجالة كي يبدلوكم عليها بتبقى عجل الأولاد و الأولاد و الأولاد و ملغيشو الدراج انا مشي الأولاد غايشو الدراجر أغاي كتاب والية قلت لي انا مدقوليش كتاب والية عندك العقل باش تفكر بيه عندك العقل باش تجيري الموانيع تدري بزاف تلحويش قالت مولادة الخاصة والداء أدت بارده ليس لتعلمها yells دي 10 للمدانة لم أتركوا piel تسمعها لم أتركوا دي 6 للمدانة ليس للمدانة ولم أتركوا قمت بتعلمها لم أتركوا ليس للمدانة ليس للمدانة هذا نحن نسهت في الجائح وفي علينا التواجع الحكام ما كنت توقع أدت الأمر trabalني في البنية كنت يرى وقرأت أ Yakisih ؟ وهذه هي المعاناة مع ولدتي نحتود لأدود قاعدت أختار جميع 날 وشكرا به انا رجل من سمعيني وشاهد أن يبقى فيه الحال غير نزيجي منهم سمعون نفسه للاسوه قبضة معوضت المسلمين وللسعوني و تبقى جداً من الناس للدعاف بالتبقى المجدد في أساس المبادرين و التلدي و أن كنت مجدد للقناة و فتحوا القناة للتعاون للتعاون لتعاوني لها و الدك و لم تكن أرمى الإنس المبادرين و لم تكن أردت في أساسك و هل يقدروا أنس المبادرين و لم تكن أردت التي يكبرت لم يقفوا أن أون كي يحظوا أن أصحاب صحافة ولا أرادت دقائق ونجدون أن الرجل يتعاوني معنا عينه أفضل حساني سيقفز شروع التصميم من مطاق ومسدودين في عينه في عينه تطلق سيمانة ومسدودين هنا الطريق السيمانة تحتمد العينه إذا قبضوا تقطير السيطرت رقائم صحيح و كانت جرحة لي من هنا م��كوية تظهر قانوني على الصيروم في نهاتي لقد قمت بهم يجب أني قمت بتجربية ونصرهم في قطعة حمارية ونقص وصفت بالحمارية مع ثم 40 يوم قمت بتجربية من العين والممي ونقص ذوق ونقص بنخيل تبقيل العين لك لقد رجعت عندهم قال لي احنا ما مسؤولين شعلك احنا تزايد عندنا الدري عطيناك الشهادة على الولادة جيتي عندنا قلت عين ومريضة عطيناك الدوصة فيما تتابعين ما نتابعوك ودابا بقي ذاك ذاك العين ديالو كالدور لي شوية بغيت نتابع لي ذا بغيت نديلي الترويد ان شاء الله بش ذاك العين ديالو ما تبقاش كي يعيروه الدرالي دابا ما كيرداش كي يدارب في المدرسة بغيت نديلي ترويد لذاك العين بش تتقادليه صافي والدري الكبير ما قراش بغيت نديلي واحد تكوين كيقول لي اما ما تضيعينيش انا ما قريتش بغيت ندير شي حاجة شي حاجة تنفع بها شي حاجة نخدم بها بغيت نديلي شي تكوين شي صون طرف الشي يخدم وصافي انا وليدات بغيتم غاية يقراو بغيتم غاية يقراو بقاو مجموعين ما بغيتم جي تفرقوا كي يجيوا عندي الناس بش يتبناوا لكن ما قدرش نفرق ما قدرش نفرق وليدات يعطاهم لي يا سيدة ربي غادي نبقى جامعاهم شوفوش كل غادي يزيد فينا وش أنا ولهم هل تكون يتبورين مجموعين؟ اه بغيت اه خاصهم الكسواء جيتوا شفتونا الدنيا بهاردة عنكم شون فراشة شي لي كين كربعة الممينطات لي كينين الفراش هو هذا مكين فراش مكين غطاء موالوا في الليلة مشعلتش لي من الفاخر هنا اي العود مشعلش لي من العود مكين عسوش مساكن كي يوقعون لي الكامل وما كيترعادوا لي الكامل وسنان وما كيتقارقوا كنت أضعوا بشكل مائنطات في ثلاثة ولم يستطيعون بشكل شيء كنت أعزت بالبرد والبرد حرقني في الزفر ولم يستطيعون أن أغطي مهم وكانت ربما يتعاونوا معي ويدعوا معي تدعوات الخير سيدة صدقة يدعوا معي ربي يقدرني على هذه الوليدات وكانت تنكبروا هذا الشي اللي كان الله يجازيهم بخير أنا كنت أسكن في بن سليمان بالضبط سيدة بطاشة أنا كنت أعدي مساكن شي ناس اللي بغولي جابوا حويجة الوليدات جابوا مساكن دك الشي اللي قسم الله ويجوا ويشوفوهم كي بكوا معاهم ويمشوا أخوتي اللي تعاونوا معي الله يجازيهم بخير من هذا المينبار كنت أشكرهم كاملين قاعد اللي يفكر فيي وقاعد اللي يجي يشوفوا لي ذاتي لا يسهل أمر هذا الشي اللي كان ومكرهت الشي اللي تعاونوا معي في الول وفي الاخر يعاونوني على الأغير على القناة يقول لي غاعد يوحد المدخول شهري نعاون بيه ثو غي جبرتها غي جبرتها ما مشيتش ع الطبيب غي جبرتها غي جبرتها عدو حد سيدة نجبار بقال اللي عدم خارج ليه بقايش كنقدر نقضر نقف بقايش كنقدر نوقف كانت بيع الغلمة للراجل كيمشي للسوق كانت بيع الغلمة نو الدراري كين كين راجل معانا كين راجلي معانا كي يسرح الغلمة ولا يشهد الغلمة من عد الناس وكي يسرحها مالي كي يكون وفي السوق يكون مشغول وكفي السوق كان خرج نسرحها أنا ودراري غي كانت مش غي واحد شوية صافي كان بركلي ما كان بقاش نقدر نزيد هذا الشي اللي شكلت التاج للصحافة يعاونوني يعاونوني على هذه الوليدات لله يجاز يكون بخير وخير غي يوصلوا الصوت ديالي لأن لا شي ناس شي جمعيات حقوقية شي حاجة حقوق الإنسان شي حاجة على الطفولة وفي السوق نهائيا أرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير أنا كالناشد المحسنين وكالناشد صحاب القلوب طيبة تعاونوا معي مع هذه الوليدات وكالناشد سيدنا كالناشد سيدنا محمد السادس يعاوني على هذه الوليدات أنا أرى واحدة من الرعية ديالو وبغيتوا يشوف فيها يشوف هذه الوليدات يشوفوا يمحل مولاي الحاسان ويشوفوا يمحلل لخديجة يا ربي سهل أمركم كاملين أخوتي أمين أخوة الله يخلى لكم صحيح تكم الله يجازيكم بخير بغيت نظر أخوتي تعالى الدعم تعالى الدعم اللي جابوا هنا يا فهد الجائحة ديالكورونا ما مستافتش منو أعطوا اللي عندهم جوج اللي عندهم ثلاثة اللي عندهم اربعة كل واحد حدوا لي المبلغ اللي غادي ياخد وأنا مشيت عندهم ما معطاونيش الوقت قاع قال أنا محسوبةش علينا ما عرفتش أنا عند من غادي إعلام محسوبة أنا ما عرفتش قليلا وخا ما نكونش مسجلة أعطيوني عاونوني را عندي 11 وليد قالوا لي يا شغلك هذك هذو كتيلي والدهم بتيلي هزيهم تحمليهم احنا مشي قلنا لك ولديهم في اللول ما تولديهم شمالي ما قادش بهم تقيمانا بغيت غاية المساعدة مشي يتومة اللي جاي بينا عاونوني قالوا لي يا من عاونوكش جابوا المساعدة ديال القفة قالوا لنا خاصكم تكونوا مسجلين مشيت عند المقدم قال يا محسوبةش علينا سوف تنعد واحد آخر مش راجل عندك سيد الاخور قالوا لي سير عند المقدم الاخور واحد كيلو احنا الواحد ما عاونوكش معطوني تشي حاجة السفادة انا موصلاتنيش اللي مخديتش حاجة في هاد الجائحة هذه الكوفيد مخديش والو والله كل مخوتي عاونوني المحسنين كل ما نلقاش منا كل انا لهاد الوليدات والله هاد المحسنين مساكن الناس اللي على قد حالهم صافيهم اللي سهولوا فيها وهم اللي فكروا فيها فهاد الجائحة وفرمدان اللي يسر امرهم يا ربي والله يبعدهم عليهم الرجل ديالي وحده يا كي يعتادر منكم ما قدرش يبان في الفيديو و الظروف شخصية ما قدرش يبان انا هيا لهذا الهم بزاف وهذا المسؤولية انا غادي بقى ندقل بيبان اليوم وغدا وغادي نعيط لهد الصحافة وصحافة اخرى وصحافة اخرى تيوصل الصوت ديالي انا ولد تد الوليدات انا غادي نكافع على قبل وم شاء الله تيعيشوا تهومك في الناس هذا الشي اللي كانت مننا يا ربي انا نشكر بزاف الصحافة على للا مولاتي اتحملت عناء الطريق ومشقة الطريق تجهت عندنا تلسي دي بالطاش والتاقم التقني كامل الله يجازهم بخير وربي اللي غادي خلصهم الله يرحم لهم الوالدين داروا هذا الخير ما محتاجين مني لا جزاء ولا شكورة ولكن انا كنشكورة من هذا المنبر الله يجازهم بخير ما تنسوش تزورون على صفحة رسمية ديال للا مولاتي واتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد اشتركوا في القناة نبدأ سوف اقوم بتتخ BM اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة